انت الآن هو اللي بيقرب المساكين الذين لقوا حتفهم في بلادنا المغرب وفي بلادنا في ليبيا عند اشقائنا رحمة الله عليهم رحمة وسعة وغفر الله لهم اخوة الامان والاسلام لقاء جديد على موعد مع قدر الله عز وجل ومع حداث الله عز وجل حيث اعلنت بلادنا واصدر سيد الرئيس بصدد ذلك سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قراره باعلان الحداد في بلادنا لمدة ثلاثة ايام مع ما يصحب ذلك من اجراءات ومع تسير جسر جوي لاخواننا بليبيا وبالمغرب ووضع كافة مؤسسات الدولة رهن مساعدة اخواننا واشقائنا في ليبيا وفي المغرب وهذا ليس بغريب على مصرنا وليس بغريب عن رئيسنا الشهامة والوقوف بصلابة وبقوة في ساعات المحن دائما تجد الرئيس السيسي عند الشدائد دائما نجده عند الملمات وعند المصائب دائما نجده في وقفة صائبة متاحة لكل انسان ليساعد كل من يحتاج المعونة وهذا هو قدر مصر الذي تبذله دائما بلادنا تشعر بألم جيرانها بلادنا تشعر بألم اشقائها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نشهدك اننا نتألم لألم اخواننا ونتأذى بما اوذ به ونرثى لهم ونتعاطف معهم اللهم انا نشهدك اننا ندعوك ونتقرب اليك ان تخفف عنهم برحمتك وعافيتك يا رب العالمين اخوة الايمان والاسلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت ام المؤمنين خديجة عليها ردوان الله تبارك وتعالى وعندما توفي عمه ابو طالب هذا العام الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الظهير والنصير من اهل الارض الذين كانوا يقومون بحماية النبي وبالدفاع عنه وبإحاطته بكل اوجه العناية النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عام الحزن عام الحزن لماذا هو عام الحزن لانه من لم يحزن وقت الحزن ويفرح وقت الفرح ويشاطر وقت المشاطرة ويناصر وقت المناصرة هذا قد انعدمت انسانياته وانعدمت اخلاقه فالحقيقة نحن نشعر بالحزن الشديد لهذه الاخبار التي تواترت الينا ووردت الينا عما يحدث في المغرب وفي ليبيا الشقيقة شقيقتين الحقيقة هذا امر اكثر من ان يحتمله القلب المفعم بالمحبة والاخوة لغيره الناس هناك دمرت منازلهم ضاعت اراضيهم مات اطفالهم ماتت زروعهم ضاعت بلادهم قورا باكملها قد ابيدت هنا بفعل زلزال وهنا بفعل اعصار قورا باكملها قد ابيدت عن بكرة ابيها قورا مدن كاملة قد حسرت وعزلت عزلا تاما عن العالم في الوقت الذي نتحدث فيه عن هذه المدنية والعصر الذي نحن فيه نرى ذلك المشهد اللهم اخفف عنهم اللهم اخفف عنهم اللهم اخفف عنهم اللهم ارحم شهداءهم اللهم ارحم شهداءهم اللهم ارحم شهداءهم اللهم اضمت جراحهم اللهم ماشف مصابيهم اللهم ماشف مصابيهم اللهم هون عليهم اللهم اخفف عنهم اللهم ملطف بهم اللهم ملطف بهم اللهم ملطف بهم لطفا يليك بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين اللهم ملطب بهم بلطفك وأكرمهم بكرمك وتجاوز عنهم اللهم إنهم في حاجة إليك فلا تتركهم ضعفاء فقوهم جوع فأطعمهم اللهم إنهم في حاجة إليك فلا تتركهم برحمتك يا رب العالمين ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفاء منا واغفر لهم وعافهم واعف عنهم اللهم إننا نسألك أن تكن لإخواننا المؤمنين ظهيرا ونصيرا فاحفظهم بحفظك وأكرمهم بكرمك والطف بهم بلطفك يا أكرم الأكرمين فاصل ونواصل ابقوا معنا مرحبا بكم من الأمور التي نادى بها القرآن كثيرا هو عدم الأمن من أي حدوث أي شيء من الكوارث التي تحدث في الحياة كلنا عرضة للكوارث أي إنسان عرضة لأي حادث أو لأي كارثة يعني هذه الحياة نحن نعيش فيها على قدرية الله إنما الحقيقة اعتدنا على الأمن اعتدنا على الأمان اعتدنا على الاطمئنان اعتدنا على الاستقرار فظن البعض مننا أنه حق مكتسب لازم أصحى الصبح ولازم ألقى الفطار ولازم ألقى عربية تشغالة وجهزة بالدور وجهزة لازم ألقى تيار كهربائي لازم أفتح الحنفية ألقى ميا لازم أدور على العيش ألقى عيش موجود أكل لازم ألقى هدوم ألبسها وتشيك وأنا نازل لازم أكون في حالة يعني عطاء باستمرار محدش فينا فكر إنه ده ممكن يتخطف في لحظة اللي بيحصل ده دليل على إنه النعم قد تزول في لحظة قال صلى الله عليه وسلم اخشو شنو فإن النعمة لا تدوم فإن النعمة لا تدوم اللي بيحصل ده رسالة للناس اللي محسيتش بقيمة النعمة محسيتش بقيمة العطاء محسيتش بقيمة الهدية الإلهية الناس اللي ما بتشوفش عطاء ربنا الناس اللي لو كعب filleت في السجادة تحس إن إلقيامه قامت الناس اللي لو الفلوس خست في جبحة تحس إن ربنا غضبان عليها الناس اللي ملقيتش حتة لحمة موجودة في الأكل هو بياكل على الغدى يحسس نفسه انه بقى سعلوك او فقير او انسان تافه لا قيمة لا الناس اللي لو كحت يقولك خلاص انا ربنا غضبان علي ويقعد يصرخ يقول ليه يا رب ليه يا رب الناس اللي لو تأخر في الترقية يحس ان ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل منه عمله الصالح كل دولة اتوجهت لهم الرسالة من هذه الاعصير ومن هذه الزلازل شفتم يعني ايه الكارسة دا الكارسة لو عاوز تفهم هي دي شفتم يعني ايه اللي بيحصل تغير النعم تغير النعم ولا علاقة لهذا التغير باعمال العباد هي ارادة الهية ارادة الهية بتحصل للمؤمن والكافر والصالح والطالح والكبير والصغير الاعصار لم يفرق بين طائع وعاصم وبين مؤمن وكافر وبين صغير وكبير وبين غني وفقير وبين مسؤول وبين مأجور وبين عامل وبين اجير وبين غفير وبين امير الكل سواسي امام قدر الى عز وجل اأمنتم من في السماء اي يخصف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء اي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلكم فكيف كان نكير مسألة خطيرة بنشوف في عيننا القرآن بيطبق ويفصر على العالم كله الان ولا يوجد احد بمنأة عن هذا تاني لا يوجد احد بمنأة عن هذا الارتجاف الكوني حسمي الارتجاف الكوني عن هذا الزلزال الدنياوي لا يوجد احد لا يوجد احد نحن نتعاطف ونرثي ونخاف نحن نتعاطف ونواسي ونصفق نحن نعزي ونرتجف يعني لابد انه سنريهم آيتنا زي ما القرآن بيقول سنريهم آيتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفر ربك أنه على كل شيء شهيد دائما ربنا بيعلن وجوده سبحانه وتعالى وقوته وقدرته على رؤوس الأشهاد وعلى رؤوس الخلائق يوم القيام بول عاجزة العالم كله يتفرق بأسه هل هناك من يستطيع منع إعصار لا يستطيع لا يوجد سلم لي بقى على الرؤوس النووية والسواريخ الباليستية والغواصات وحملات الطائرات والقنابل النووية والمفاعلات النووية والقدرات كل دواهم عالم يعني يعيش في دجل ويعيش في كذبة كبيرة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس صدق الله العظيم العجيب أني وأنا بقرأ عن بسمع تقارير عن الزلازل بيقولك أن معظم الزلازل بتحدث بالليل بالليل والناس نايمة لأسباب تتعلق بحركة الجاذبية والشمس والشغلانة كده بتوع العلم يعرفوها إنما ليلا بيخف التوتر الجاذب ليه قوة الجاذب الشمسي فبيحصل بقى بتبقى قدرة الزلزال أقوى وأعنف وليلا والناس نوم بين يدي الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يعني يقولك إيه ألم نجعل أرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجة وجعلنا نومكم ثباتة وجعلنا الليلة لباسة وجعلنا النهار معاشة وبين نفقكم سبعا شدادة وجعلنا صراجة وهاجة وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجة لنخرج بيه حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقات بروفت ساعة بروفت يوم الإيامة أنت طبعا كل اللي سمعته ده ده الحالة المستخرة الهادية اللي احنا تعودنا عليه الأرض مهاد الجبال أوتاد احنا أزواج النوم ثبات الليل لباس النهار معاش كل حاجة في مكانها كل يوم بتشرق الشمس فيه وإحنا بالنادي ونحلب البقر ونشرب اللبن ونجري وراء الفراشات ونقعد نغني عن الحب ونغني عن وإحنا مش عارفين ماذا يخبئ القدر ماذا يخبئ القدر بينادي الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا فأنبت نبي حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أأي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزة أأي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفوا السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أأي لهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في الظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أأي لهم مع الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أأي لهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السموات والأرض الغايبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم سورة النمل وصف مشهد كامل لا يستطيعوا إلا الله عز وجل ماذا فعلت لإقترابك منه هل شكرت نعمته هل تقربت إلى حضرته هل تذكرت صلاتك هل تبت من أعمالك هذه رسالة للذين اطمأنت بهم الحياة الدنيا وهذه رسالة للذين ظنوا أنهم مخلدون بغير عقوبة هذه رسالة للذين يظنون أن الأرض لن تخرج عن قانونيها استجابة لأمر الله عز وجل يوم أذين تحدث أخبارها إيه اللي حصل بأن ربك أوحى أوحى مش أمر أوحى له لابد أن نفهم الحياة الدروس نخدها من أكبر الأغنياء والأسرياء والناجحين في العالم العالم ما شفش زيهم ستيب جوبز اللي هو يعني أحد الملياردرات أحد أكتاب أهم أكتاب الأعمال في الولايات المتحدة ده رئيس مجلس إدارة شركة قابل اتوفى عن عمر حوالي 56 سنة بسبب سرطان البنكرياس ربنا يحفظنا ويحفظكم طرق سروة بقى دي إيه ستيف ده طرق سبعة مليار دولار أنت فاهم الرقم الأول الأول فاهم الرقم سبعة يعني أحفاد أحفاده مش هيقدروا يخلص مش هيعيشوا لحد ما خلصوا الصروة دي ده أنا بكلمك مليار دولار سبعة مليار مليار دولار يعني أنا عاوز أقول لحضرتك دول كاملة ما تملكش الميزانية دي تعال بقى شوف رسالته أو مقاله الأخير اللي سابه قبل ما يتوفى بأيام ستيف جوبز بيقول إيه بقى قبل ما يموت بيقول من وجهة نظري الآن حياتي هي جوهر النجاح لكنني ليس لدي فرح كبير بما أملكه في النهاية الثروة أصبحت مجرد رقم لأي شيء من الأشياء التي اعتدت عليها في هذه اللحظة وأنا مستلق على سريري مريض أتذكر شريط حياتي أدرك أن كل سمعتي والثروة التي أمتلكها لا معنى لها في وجه الموت الوشيك يمكنك أن تستأجر شخصا ما لقيادة سيارتك ده هو بيقول يمكنك أن تدفع مالا لقضاء أغراضك يمكنك أن تتوقف تتوقف أو تجد أحدا يقوم بإدارة أعمالك وبكذب المزيد من المال والشهرة ولكن وبالتأكيد لا يمكنك استئجار شخص ما ليحمل عنك آلام المرض نيابة عنك يمكن للمرء أن يقتني أشياء مالية كما يحب ولكن هناك شيء واحد لا يمكن العثور عليه هو إذا فقدته هو الحياة كلما تذكرنا في هذه السن كلما تقدمنا في السن أصبحنا أكثر زكاءا وندرك أن ساعة من الساعات قيمتها ثلاثين دولار أو ثلاثة آلاف دولار كلاهما يعرض نفس الوقت بالدقيقة والثانية وندرك سواء كنا نحمل محفظة بها قيمة ما يسمى بها قيمة ثلاثين دولار أو خمسمائة دولار أو خمس دولاف دولار أو أي مبلغ من المال وإن كنا نقود سيارة بقيمة كذا أو 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 كذا إنما في النهاية ستصل إلى نفس الوجهة إذا كان المنزل الذي تعيش فيه هو تلتميت متر مربع أو تلاتلاف متر مربع هي الوحدة نفسها وأن تتحرك وتنام ولم تتحرك أو تنام على مساحة أكثر من بضعة أمطار أكثر من بضعة أمطار سعادتك الداخلية الحقيقية لا تأتي من الأشياء المالية التي تمتلكها سواء كنت تسافر في الدرجة الأولى أو الدرجة الاقتصادية إذا كنت قدمت طيطة الطائرة فسيصل بها الجميع آمل أن تفهم أنه عندما يكون لك هدف سام في الحياة ويكون لك سائر ما يسعد به الناس فقد امتلكت السعادة الحقيقية كلام الحقيقة يسوي الكثير والكثير هو ده الدرس اللي احنا بنتمناه الدرس إن كل واحد يعرف إيمة النعمة اللي في إيديه إيمة النعمة اللي في إيديه أن تعرف نعمة الشباب نعمة الشباب تصرفها في طاعة الله قبل أن تأتي الشيخوخة أن تصرف نعمة الصحة فيما يرضي الله قبل أن يأتي المرض أن تصرف نعمة الحياة في طاعة الله قبل أن يأتي الموت فكل شيء زائل اغتنموا خمسا قبل خمس اغتنم حياتك قبل موتك صحتك قبل مرضك شبابك قبل هارمك فرغق قبل شغلك دنياك قبل أخرتك فاصل ونواصل ابقوا معنا اهلا بيكم الحياة التمسك بشكر النعم قبل زوالها لانه الحياة الشكر مش حيفيد بعد زوال النعمة ده يتطلب مننا ان نحمد الله سبحانه وتعالى على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اظن فهمتوه دلوقتي الحديث متهيالي مش محتاج بقى كلام بقى بس هقول لكم الحديث تاني اهو عشان نفكركم ونفكر نفسينا قال صلى الله عليه وسلم من اصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قطء يومه فقد حيزت له الدنيا وفي رواية بحزافيرها من اصبح آمنا في سربه معافا في بدن عنده قطء يومي عرفتم يعني ايه ان احنا عايشين على كف الرحمن عرفين عرفتوا يعني ايه على يد الرحمن عايشين عرفتوا يعني ايه ان احنا كعايشين بحفظ الرحمن وبعفو الرحمن هو ده الكلام المعنى بحفظ الرحمن وبعفو الرحمن سبحانه وتعالى لابد انك تعلم انه هذه المسائل ليس فيها اي خيار يعني المرء لابد ان يفهم انه لو لله ما كانت هذه الحياة وما كان هذا الحفظ وما كان هذا العطاء لازم نفهم معنى اخشوشين وفإن النعمة لا تدوب لازم نتعلم على نعمة الشكر وري ولادك نشرة الاخبار اعادهم قدام نشرة الاخبار وعلمهم نعمة الشكر الشكر قبل فوات الاوان الشكر قبل وقوع المحظور الشكر قبل زوال النعمة الشكر قبل التحول الامور كل الامور ستتحول لا محالة في اي مكان في العالم الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر والعمر مهما طال لابد من دخول القبر لا فائدة كل واحد فينا سيلقى الله عز وجل ماذا قدمت لغد ما هو يعني اجر النعمة التي تنعمت به اجر النعمة يقال لعلهم منع مسكينا او طرد محروما فان كان سحب الى النار وان لم يكن يقول اللهم ما ضيعت ما منعت محروما وما منعت مسكينا فيقال لعله تكبر بماله او اختل بازاره فان كان قد فعل سحب الى النار وان لم يكن قد فعل يقول اللهم ما طردت مسكينا وما منعت محروما وما اختلت بماله وما تكبرت بازاره فيقال لعله ضيع فردا من فرائدي انشغالا بماله فإن كان قد فعل الصحب إلى النار ولم يكن قد فعل يقول اللهم ما ضيعت فردا من فرائدك وما منعت مسكينا وما طردت محروما وما تكبرت بمالي وما اختلت بإزاري فيقال إذن هات شكر كل نعمة تنعمت به وكل ثوب اللبسته وكل طعمة انطعمته هذه الحقيقة وقبل كده قلت ان الموت لما بيجيلك مش هيبص في البطاقة مكتوب مسلم ولا غير مسلم مش هتفرم على الموت انت ديانتك ايه هتموت هتموت لو انت مسلم هتموت غير مسلم هتموت ملحد لا تؤمن بوجود الله برضو هتموت مفيش استثناءات معلش هقول تاني لا توجد استثناءات الموت مش هيبص في خانة الديانة هياخد اي حد اقصاد انما الموت بيشوف ايه حاجة كده لازم اقولك عليها عشان اكون واضح وصريح ايه اللي الموت بيشوفه وبيقراه لما يقرب منك العمل اقول تاني العمل العمل ده هو اللي بيصنفنا يعني اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيصنفنا فلان ابن فلان وفلان ابن فلانة لا ربنا بيصنفنا تصنيف الاله بيكون فلان اللي عمل كذا وفلان اللي ما عملش كذا فربنا سبحانه وتعالى بيقسم البشر كده يومئذ يصدر الناس اشتاة ليروا اعمالهم فيها ثلاث اراء عند الامام الموردي في تفسير الموردي يومئذ يصدر الناس اشتاة ليروا اعمالهم يعني يوم القيامة عند الحساب ينطلقون هؤلاء الى الجنة هؤلاء الى النار اشتاة متفرقين مش هنكون جماعة وحدة لا 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 التأسيم كبير اوي ليروا اعمالهم كل واحد وقيل ان يومئذ يصدر الناس واشتاة ليروا اعمالهم يعني خروج الانسان عند الموت الى الاخرة ده وتميت على الطاعة وده ميت على المعصية ده ميت وهو شريب خمر وده ميت وهو قرأ للقرآن ده عقل والدي ده طاعل والدي ده كان بيحفظ على الصلاة ده مؤمن ده تقي ده صالح ده ليروا اعمالهم يومئذ يصدر الناس اشتاة ليروا اعمالهم قيل انها عند التطير الصحف يرى الناس كافة اعمالهم التي عملوها في حياتهم فيارى المؤمن ذنوبه التي كان سيؤاخذ عليها لو لان الله رحمه بتوحيده وصلاحي وفعلي للصالحات ولولا الله لهلك ويرى الكافر اعماله الفاسدة التي فعلها فيعلم انه مؤخذهم عليه مفيش كلام مفيش كلام ليوروا ها حتشوف بعنيك يعني العمل حيتجسد الصورة انا معرفش ازاي انما المولى قال ليوروا اعمالهم هو العمل بتشاف اه عمل بتشاف يعني انت لو نظرت الواحد نظرت كبري كده اه دي بقى حتتجسد في صورة مادية انت راها بعينك يوم القيامة كل شيء حتشوف ليور اعماله عشان كده الموت مش حيشوف خانة الديانة بتاعتك انما حيشوف ايه العمل اقول تاني اقولك 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 فاكر اما سيدنا نوح استغذ بالله عشان ينقذ ابنه وقال له رب النبني من اهلي وان وعدك الحق وانت حكم الحاكمين قال ينوح انه ليس من اهلك ازاي دخنت البطاقة بتقول النبني ان قال له انه ليس من اهلك اما الايه قال له انه عمل اه متهيالي خلص دي متهيالي دي تخلصت الموضوع انه عمل غير صالح اختار الموت بتاعتك مش بمعنى طريقة الموت عشان بعض اللي مخاخت ضالما يقولك ازاي هختار طريقة مش هتقدر تختار طريقة الموت ما احنا قلنا المجاهيل تلاتة ازاي وامتى وفين امال تختار ايه تختار العمل اللي حتموت عليه العمل اللي لازم تداوم عليه عشان لما يجيلك الضيف الكريم اللي جاي جاي شاب صغير جاي جاي عجوز جاي لك جاي لك مريض جاي لك جاي لك غني جاي لك جاي لك اي واحد مفيش كلام مفيش هزار فيه عشان كده قال له انه عمل غير صالح ايه اللي تقارى ها ما تقاراش ناسبه ده يا رجل ده ابن نبي افهمها لك ازاي ده واحد في البطاعة بتحده ده المفروض ييجي متقرنن وقليطي الالطة الدنيا ده ابن نبي يا بش مهند ده ابن نبي مين ابوك يا عد ده ابو يا نبي ابوك نبي اه انت عملت ايه يا ابن نبي يا ابن نبي عملك ايه طلع عمل غير صالح ابن نوح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين عرفت ايه اللي بتقاري اللي بتقاري عملك بص انا اقولها لك بمنتهى الوضوح علشان حضرتك تبقى فاهم لن يقاصمك الوجع لن يقاصمك الوجع صديق ولن يتحمل عنك الالم حبيب ولن يصهر بدلا منك قريب اعتني بنفسك وحمها ودللها ولا تعطي ولا تعطي الا ولا تعطي الاحداث الا ما تستحق تأكد حين تنكسر تأكد حين تنكسر انه لن يرممك سوى نفسك وحين تنهزم لن ينصرك بعد الله سوى ارادتك قدرتك على الوقوف مرة اخرى لا يملكها سواك لا تبحث عن قيمتك في اعين الناس ابحث عنها في ضميرك فاذا ارتاح ضميرك ارتفع المقام واذا عرفت نفسك فلن يضرك ما قيل فيك لا تحمل هم الدنيا فانها لله ولا تحمل هم الرزق فانه من الله ولا تحمل هم المستقبل فانه بيد الله فقط احمل هم واحدا هو كيف ترضي الله لانك لو ارضيت الله رضي الله عنك وارضاك وكفلك واغناك واغناك لن تجد ابدا في الحياة امرا من الممكن ان تتقرب به الى الله الا عملك الصالح الذي تتقرب به اليه سبحانه وتعالى جل وعلا لابد ان ندرك معنى قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان تقول نفس يا حصراتها على ما فردت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لكرة فاكون من المحسنين بل قد جاءتك اياتي فكذبت بيها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة طرى للذين كذبوا على الله وجههم مسودة هل ليس في جهنم مثلا للمتكبرين يا اخي انا لما اقرأ القرآن هذه الايات التي قرأتوها عليك في سورة الزمر الايات تتكلم عن ايه عن وجوب رجوعك لله سبحانه وتعالى لان ليس لديك الا الله عز وجل ليس لديك سوى الله لو انت ارضيت ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا مش هتوقف لحظة الندم دي الندم هتلاقي اول واحد ندمان من نفسه اللي انت شفته دا دلوقتي اللي ربنا ان تقوله نفسه يا حصراتك حصراتك على ايه على ما فرط عارف يعني فرط يعني تهكمت وتطاولت وتقاعصت على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقوله لو ان الله هداني طب هو ربنا هداك انت جاي بتكسب على الله كمان يوم القيامة شيء عجيب يا جماعة بعض الناس ناسي نفسه احنا بننسى نفسينا للأسف الشديد ولذلك اهو دا اتحصر على ما فرطه في حق نفسي طب والتاني اتحصر على انه مش ورا شيوخ الفتن مش ورا شيوخ الضلال مش ورا رؤوس الفساد ربنا بيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبنهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حصارات عليهم وما هم بخارجين من النار يا لهم المشهد ويا لهم الموقف نحن نحتاج الى ان نقف موقفا مع انفسنا يا سادة الذي يحدث حولنا يدعونا الى التوبة والرجوع الى الله يا سادة استجيبوا لله كما قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له يا سادة كلنا نحتاج الى ان نرجع خطوة الى الوراء نحاسب فيها انفسنا ونشكر فيها ربنا على نعمه ونتجنب فيها الفتن ونلتف فيها حول الوطن ونلتف فيها حول الوطن وحول قيادة الوطن وحول جيش الوطن وحول علماء الوطن لا تستوردوا من الخارج ما يدمر الاوطان فليس هناك اغلى من الوطن رأيتم اذا هدد الوطن وكيف سيكون رأيتم اذا كان الخطر على الاوطان كيف ستكون في لحظة في لحظة من الفتن يتحول ابناء الوطن الى المشردين والى المهمشين والى اللاجئين والى المحتجين لقوافر الاغاسة التي قد تمن وقد لا تمن نحن في حاجة الى ان نتضافر جميعا للوقوف بجوار اخواننا الذين اصيبوا بهذا المصاب وبتلك الكارثة مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم ارجو من القادرين اللجوء الى القنوات المتاحة في الدولة في الدولة لا تذهب الى مكان اخر اذهب الى القنوات الاغاثية الموجودة داخل الدولة بالسلطة القانونية المخولة اليها لضمان ان تصل تبرعاتك وان يصل عملك الى اخوانك اذا كنت تريد ان تشارك شارك مع وطنك ووطنك يفعل المطلوب ويفعل الامر الصائب الذي يطلب في هذه المسائل اياك اياك ان تنجرف الى هذه الدعاوة التي تريد ابتزاز الناس لامور لا يعلمها الا الله مستغلين هذا الحدث وتلك الفرصة ارجو من الجميع ان يرى انها نقطة فرصة نحن نمر بمراحل عجيبة نريد ان ننفق فيها لا على لاعب كرة القدم ولا على مطربين ولا على ممسرين ولا على حفلة ترفيهية نحن نريد ان نتضامن مع اخواننا في كل مكان الذين اصيبوا في هذا الحدث وذلك المصاب لان هذا هو فرده فرد الساعة يقال على هذا عند العلماء واجب الوقت واجب الوقت ان نقتصم رغيف الخبز واجب الوقت ان نراعي احتياج الوطن الى من يلتفون حول رايته للتضامن مع اخواننا في كل مكان هذه مسئولية سنسأل عنها بين هذا الى يوم القيامة من اجمل ما يمكن ان تقرأه هو قول الله تبارك وتعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم يعني انت تعلم ان الانسان عندما يموت يصاب بمصيبتين في الحال المصيبة الاولى انه يفقد ماله كله المصيبة الثانية انه يسأل يسأل عن ماله كله يعني فقد كل المال ويسأل عن كل المال يعني ماذا تريد اكثر من ذلك فقد كل المال ويسأل عن كل المال لم نسمع عن قبر بيه خزائن او كفى له جيوب في لحظة انت شفت بعنيك كله قال تعالى وَلَقَدِ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقُنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ هذه حالة من حالة الصراحة القرآنية ان انت في الحقيقة لا تملك شيء يا اخي نحن في اول سورة الفاتحة اول اياد احنا بنقرها سبعتاشر مرة في اليوم سبعتاشر مرة في اليوم سبعتاشر مرة في اليوم ونحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مين مالك هو رب العالمين يبقى انت مين انت مؤجر انت مستخلف انت مؤجر مستخلف انت لا تستطيع ان تملك شيئا في الحقيقة انت لا تملك شيئا بدليل انك تدخل قبرك ولا تتركت كل ما تملك وراء ظهرك ولم يقف معك هذا المال ابدا بايحنا كان معك في الرحلات ثلاثة اهلك ومالك وعملك رجع الاهل والمال وبقي العمل وبقي العمل نحن في حاجة الى اعادة النظر واحد في النعم حتى نزيد من جرعة الشكر لله تبارك وتعالى في الشكاوى حتى نقلل من الشاكوى حتى نقلل من الشاكوى لانه من رأى مصائب غيره هانت عليه مصيبته الى الذين يظنون انهم فقراء مشردون مهمشون انظروا ماذا يحدث حولكم لتعريفوا قيمة النعمة التي انعم الله بها عليكم فلا تأتوا الينا بسخط الله ولا تتسببوا في زوال النعمة من حولنا بكسرة شكاواكم وبكسرة تزموركم وبقلة اعترافكم بعطاء الله لكم واعلموا ان المنطق القدر موكل بالمنطق يعني لا تمرضوا فتمرضوا ولا تدعو على انفسكم ولا تدعو على اولادكم ولا تدعو على اموالكم فيستجاب لكم يجب على الانسان ان يدرك ان النعمة التي هو عليها هو استخلاف من الله له وهو استئمان من الله له لذلك انذر الى الاية المولى تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز ان للمتقين مفازة حدائق واعنابة وكواعب اترابة وكأس اندهاقة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة جزاء من ربك عطاء حسابا رب السموات والارض وما بينهم الرحمن لا يملكون منهم خطابة تقدر حضرتك تقول لي مين اللي يقدر يعترض على المولى عز وجل فيما فعله في ملكه ملك ملك سبحانه وتعالى متصرف في ملكه ملك متصرف في ملكه اللي عمل كده في دول مايقدرش يعمل كده فيه ولا فيك سبحانه وتعالى تغير النعمة وزوال العطاء وانقلاب الاحداث وتدابير القدر وسواد القدر ممكن كل هذا الكلام يحدث في لحظة في قزء من اللحظة ماذا ستفعل لله عز وجل ولذلك اذكرك بقول الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا اليه راجعون اللهم مرحم شهداءنا في ليبيا وفي المغرب اغفر لهم وعفيهم وعفو عنهم وخفف عنهم مصابهم يا رب خفف عنهم يا رب خفف عنهم يا رب الطف بهم يا رب الطف بهم يا رب اعدهم سالمين يا رب اشف مصابهم يا رب احفظ بلادهم يا رب وسائر بلاد الناس كافة يا رب العالمين وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم